بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حياكم الله اخواني ومشاهدين ومشاهدات في حلقة جديدة من حلقات تربية الأمم القادمة وازلنا نتكلم عن العدل في الإسلام ومنزلته ومكانته وهذه ميزة عظيمة من مميزات الدين الإسلامي التي نحث الناس على التخلق بها وجوباً وتمسك بها وبيانها للناس وأنها من سمات هذا الدين الهظيم وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هنا الله سبحانه وتعالى يأمر الناس أن يعدلوا في كل أمورهم وفي شأنهم كله ويقول الله محذراً إذا كنت بينك وبين أحد بغض عداوة لا يجرك هذه العداوة وهذا البغض أنك تظلمه إياك ولو كان عدوك الظلم حرام مع القريب والبعيد مع الحبيب والبغيض ولا يجرمنكم شنآن يعني بغض قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا معهم واتقوا الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يناظرك يراقبك تقيه سبحانه وتعالى إن الله خبير بما تعملون يعلم ماذا ستعمل ويعرف ماذا سوف تعدل أو تظلم هذا العدو وهذا البغيض الذي لا تحبه يقول ابن كثير رحمه الله تعالى المفسر المشهور المعروف بتفسيره لا يحملنكم معنى الآية أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوة الله أكبر انظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة أخلاق الإسلام انظروا أيضا إلى هذا الحديث العجيب قد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر الأرض المعروفة في المدينة قالت كان تملكها اليهود أعطاها الله سبحانه وتعالى واليهود تركوها لله و لرسوله و لصحابه فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعني جعلهم في هذه الأرض لكن هذه الآن أصبحت أرض الأهل الإسلام و أبقوا فيها و عليكم أن تدفعوا الجزية تدفعوا شيء مكان بقاءكم فيها و فخرسها عليهم كانوا أصحاب نخل و أبقاهم النبي سلم فيها حتى يستثمروا هذا النخل الزروع اللي عندهم و تكون هذه الزروع خراجها و ثمرها لله و للرسول و للصحابة و المسلمين و هم على تعبهم و عملهم لهم جزء فوافقوا شيء أحذم الله شيء فخرسها عليهم قدرها قدر النخل الرطب التمر التي خرجت حتى يخرج منها الوزن المعروف المعلوم فلما خرسها ذهب إليهم و تكلم معهم سوف نتكلم أكثر عن هذه القصة بالذات بعد أن نذهب إلى فاصل نسير و نستكمل معكم و ما توقفنا حتى ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه و بعد عدنا إليكم و قد وصلنا إلى قصة عبد الله بن رواحة و يهود خيبر و خرسه للنخل و الرطب على النخل ثم لما خرس هذه النخل أو هذه الثمار على النخل جاء لهم فقال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي أنا ما أحبكم أقولكم الصراحة قتلتم أنبياء الله عز وجل هذه من أسباب بغضي لكم و كذبتم على الله و الله أخبرنا عنكم في القرآن أنكم سبيتم الله كذبتم عليه أن قلتم أن الله بعث رجال و أن هؤلاء أولاده كعزير و أن الله و العزو بالله بخيل و أنتم أغنياء كذبتم على الله سبحانه و تعالى و أن الله أمركم بفواحش و أمركم بعدم الأكل من بعض اللحوم كذب على الله سبحانه و تعالى و ليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيث عليكم على أني أظلمكم شوف ما عني يكرهكم لكني لن أظلمكم قد خرست قدرت الثمار على النخل عشرين ألف وسق من تمر نخلكم هذا يوازي عشرين ألف وسق من التمر بمقدار الذي كان عندهم في ذاك الوقت و له كليوات معروفة في زماننا هذا ثم قال لهم فإن شئتم فلكم و إن أبيتم فلي أنوافقتموني و رضيتم بي خرصي فلكم ما كتب الله لكم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لكم جزء أو لنه جزء و إن أبيتم فلي و إن تركتم هذا الأمر فأنا سوف أحكم به لأن أنا بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أحكم به سواء رضيتم أو لم ترضوا فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض يعني بالعدل أنت والله عدلت و كلامك واضح فيه العدل قد أخذنا يعني برأيك بحكمك بخرسك بتقديرك مع أنهم يكرهون و هو يكرههم لكن لما رأوا منه العدل في كلامه و فعله و صدقه و حتى الذي في قلبه قال لهم قالوا هكذا قامت السماوات و الأرض قامت على العدل هم هم هالكتاب يعلمون أن الله سبحانه و تعالى حرم الظلم على نفسه و جعله بين العباد محرما و قال يا عبادي لا تظالموا و أقام السماوات و الأرض على العدل و أمر بالعدل سبحانه و تعالى فلذلك أقروا و استأنسوا بكلامي عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى أنه أرضى شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم و صحابي جليل و توفي شهيدا سعيدا يوم مؤته رضي الله تعالى عنه و أرضاه كل ذلك انظروا إلى عدل الإسلام و عدل أهل ليس فقط مع المسلمين بل مع اليهود مع أعداء الله سبحانه و تعالى مع الناس الذين يبغضهم الله سبحانه و تعالى و كانوا و العوذ بالله من أشد أعداء الأنبياء و الرسل هؤلاء اليهود نسأل الله السلام و العبود و لا زال مكرهم و ضررهم إلى زمننا هذا موجود نسأل الله السلام و العافية في الختام نسأل الله سبحانه و تعالى أن يعينه و إياكم على مرضاته هذا والله و أعلم و صلى الله و أعلى نبينا محمد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر